سيدتي نستغرب أن هذه الحادثة في شهر الثالث قالها عضو مجلس نواب وهنا التصريحات في العراق لا حدول لها من كل الأطراف لماذا تذكرت الآن في شهر التاسع قضية حدثت في شهر الثالث يعني مزبوط صارت هذه الأمور أم أنت غير مطلع على هذه الملفات وعلى هذه التصريحات بعيد ربما كل البعد عليها سيدتي اسمحي لا تتقولي علي خلينا نتحدث عن نفسي أنا أستطيع الحديثة أنا ناطق باسم الحكومة ومسؤول وتحدث بكل المسؤولية هذه الحوادث التي تحدث حوادث حدودية كثيرة تحدث لكن ليس معناها أنه تسليم معارضين بهذا الكلام هناك لاجئين جنود سوريين جاءوا خوفا عندما سقط ربيعة جاءوا فرارا من أنه ذبحوا جزء منهم وبالتالي جاءوا إلى قواتنا استنجدوا بهم ورجعوا إلى منطقتهم عندما تم أيضا استرجاع منفذ ربيعة الحدودي أخ قربي أقول لك هي هذه الحادثة التي يتحدث عنها أثيل النجافي استنجدوا بقواتنا لأنه أرادوا أن يفتكوا بهم وبالتالي هربوا إلى الجانب الحدودي ثم رجعوا إلى الجانب السوري أما موضوع تسليم الحدود أرجو منك أنا لم أسيء للمعارضة بل نحترم كل رموز المعارضة أما إطلاق اتهامات طائشة ضد العراق ليس من مصلحتكم نحن نعتز بكم وأنتم أخوان أعزاء ونعرف أن الشعب السوري له دين علينا وبالتالي نحترم ونريد أيضا أن تخرجوا من هذه الأزمة الكبيرة لكن استحداث عداوة جديدة مع بلد مهم جدا ويقدر مأساتكم ويتعاطف معكم ليس صحيحا وما أتكلم أقول بعض الرموز أو ما يسمى على هؤلاء الأشخاص اللي سيؤون إلك أخي القربي وللأسوريين من أنه يطلقوا اتهامات لا صحة لها اهتموا بالموضوع الأساسي وهو الحرية لشعبكم الشقيق في سوريا لا تجدوا دائرة الأعداء ولا تخلقوا أعداء جدد افتراضيين نحن معكم من أجل أن تنالوا الحرية الكاملة لشعب السوري دكتور عمار بنفسه هو وجه هذا الاتهام الآن بمعنى آخر أنه من ضمن هؤلاء الذين يسموا أنفسهم بالمعارضين لا لا نحترم المعارضة كلها لكنه اللي يطلق اتهامات على بلد مهم له سيكون مستقبل كبير جدا مع سوريا الجديدة وبالتالي يجب أن ينشئ صداقة معها ولا ينشئ عداوة وبالتالي هؤلاء الرموز يسيئون إلى المعارضة يسيئون إلى الشعب السوري ويسيئون إلى القضية التي تناضل أنت من أجلها وتناضل أن يناضل للآخرين ونقدر نضالكم هذا لكن بهذه الطريقة أتصور أنه ليس صحيحا أنا نعرف أنه حجم الضغوط على بعض أطراف المعارضة والتأثيرات السياسية ونتفهمها لكن أن تنقلب المعادلة لهذه الطريقة بمواجهة سياسية مع نظام شقيق لكم ومجاور لكم وبلد مجاور لكم أرجو أن تتفرغوا للقضية الأساسية وهي قضية النضال من أجل انتهاء من هذا النظام الحاكم في سوريا دكتور عمار